جميل تحب نتكلم عن فصول ايه تاني زي ايه مثلا؟ نا يعني هو بشكل عام يعني حياة اسماعيل ياسين مهمة اوي مثلا ان اعرف ان لما ييجي سنة واحد وخمسين ويعني يتعمل فيلم عفريت عم عبدو سنة واحد وخمسين فحسين فوزي المخرج يكتب في تيتر ملك الكوميديا في الشرق ودي كانت سابقة غريبة جدا ان كان لسه اولا نجم اسماعيل ياسين ما صعدش بهذا الشكل وما كانش قدم لسه الافلام اللي هي ده سيت ولا الغينة بقى ده احنا كده هنروح بقى للفاصل بتاع سيت ولا الغينة بالزبط اه يعني النوعية دي من الافلام اللي قدمها اسماعيل ياسين اللي هي حملت اسمه كمان دي كانت مهمة جدا بالنسباله نقلته نقلة مختلفة لم تحدث في تاريخ السلمة المصرية ولا العربية ان حد يتكتب هذا الكم من الافلام باسمه سبحان الله ويقدم بهذا الشكل يعني فكان شيء يعني مش تقليدي وما اعتقدش انه هو حصل بعد كده حتى مع اكبر لجوم الكوميديا اللجوم وشفناهم عوض ربنا بقى ده عوض ربنا جميل عن العذاب اللي هو عاش فيه وكان وسط كل ده بيدحك الناس الدنيا لما تتحك الدنيا لما تتحك وده برضو يعني سبحان الله اسامي اسامي الفصول او اسامي افلامه كانها بتحكي كوس الحياة ايوة بالزبط بالترتيب بالزبط كده ده 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 كان القصد من ده الدنيا فعلا بعد كمية العذاب اللي شافها اسماعيل ياسين بدأت الدنيا تتحكله وبدأ بيبقى ما عنده فلوس كتير بقى يعمل عمارة ويعمل فيلا ويدور على ابوه اللي كان يعني معزبه في حياته بس كان بيحبه جدا يعني اسماعيل كان بيحبه ابوه جدا ويروح يفتح له محل جواهر جتاني بدل المحل اللي هو بيعه وخسر فلوسه وكده ويعيشه في عيشة كويسة في اخر ايامه قبل ما يموت فده الدنيا فعلا دي حكت لسماعيل ياسين بشكل كويس قوي وما خطرش على باله انه ممكن يحصل العكس